يعني لما تشوف أستاذ إبراهيم مكانة مصر الكروية في هذا التاريخ العريض عشر أرقام خياسية لمصر وأرقام فردية حدث ولا حرج لنجوم كبار جداً محدش عارف يجيب أرقامهم لحد النهاردة تزعل تزعل تشوف المدرجات أبيض وسود المدرج عامل زي ما فيش مكان لقادم مدرجات أسمان كنا بروح نقعد على الزلط والأسمان وكنا بروح ونبقى فرحانين واللي كان بيلاقي تذكرة ويمسك في الصور والسلك الشائق في وشه ويبقى مصوت يعني قد كده كان الشغف بكرة القدم وكانت الدنيا حلوة محدش يفهمني أن ده مش ممكن نسترده تاني بيشيء من الإرادة نقدر نوصل كلنا اللي احنا عايزينه ونخلي الدوري بتاعنا كما ينبغي سيبك وانك تجيب أحلى انك تجيب نجوم العالم كله يشاركك في الفرجة عليها لكن ده ما يمنعش ان انت يبقى عندك كرة قوية جدا ناس تعمل حسابها ما هو المغرب هو وفيه عند ايه عمال بلاد عمال الرأس الأخضر حد يسدق التطور اللي بيحصل فيه في كرة القدم عايزين عايزين نرجع الى الشكل الطبيعي ومسألة ان بتدريج ليه هاتها مرة واحدة كده ونشيل المسؤولية كلنا مع بعض والله يعني هعتقد ان عودة الجميل حتكون البداية النجحة طيب انا ليه بقولكو الكان في قبضة ملوك الزمان لانه الحقيقة مصر في هذه البطولة هي الملك المتوج بجد اولا مصر صاحبة الريادة وعلى فكرة احيانا الناس كتيرة بتستخدم الكلمة غلط يقولك عايزين نسترد الريادة الريادة لا تسترد ولا تهدر ايضا الرائد معناه اللي سبق عمل كذا اول واحد فانت اول حد نظمت البطولة اول حد كسبت البطولة اول حد ساهمت في انشاء الاتحاد الافريقي عملت كل هذه الانجازات الفردية فانت البيونير انت الرائد فالريادة دي لا تفقد لا امم تستخدمها في مجال الصدارة الصدارة والقيادة والجدارة دي متغيرة لكن الريادة مصرية في كاس الامم الافريقية دي بطولة صنعت في مصر على فكرة الكاس الاولى لها اتصنعت في شارع الشواربي يعني الاتحاد الافريقي اول ما عمل الكاس الاولى سنة سبعة وخمسين اتصنعت هنا في شارع الشواربي فالبطولة مصرية كانت في الفترة دي في سبعة وخمسين جاية في خضم التوجه المصري لدعم الدول الافريقية على الوحدة والتوحد والنضال ضد الاحتلال في القارة فكانت الفكرة مصرية والاهداف ايضا وطنية ثم الدعم كان من مصر للبطولة في الدورات الاولى لها وللاتحاد الافريقي في نشقته على فكرة اول مدير فني لمنتخب مصر اول مدرب لمنتخب مصر في سبعة وخمسين كان الراحل مراد فاهمي والد المهندس مصطفى مراد فاهمي ده اول مدرب ومدير للمنتخب في النسخة الاولى من كسر الامم الافريقية فحتى النادي الاهلي عنده هذا الدور المؤثر في نشقة البطولة وانطلاقها وطبعا كان الجيل بتاع كابتن صالح سليم والمجموعة بتاعة الخمسينات اللي كان وقتها واخدت دوري ابتداء من سنة 48 هي النسبة الغالبة في المنتخب الوطني فانت عندك دور مؤثر جدا لو قمته وله رياته في البطولة النسخة اللي هتنطلق ان شاء الله تعالى انتوا سمعتوا في التقرير الارقام المصرية الرائعة جدا اللي كل الناس بتندهش لما عملوا مبارح فيديو ترويجي للبطولة للتحاد الافريقي بدأ بالدول اللي خادت الكاس مرة واحدة فكانت مصر جنب عدد كبير من الدول ثم مين يرتفع العلم اكتر لصاحب الانجازين فمصر تبقى مع عدد الدول ثم مع تلاتة فتبقى مع بعض الدول الاربعة تلاقيها مثلا وصلت بعد كده ان معها الكاميرون ومعها غانة الدول التالية لمصر فعد ثم يرتفع عالم مصر عاليا بسبع القاب سبع مرات مصر فازت فيها بكاس الامم الافريقية سبعة وخمسين وتسعة وخمسين وستة وتمانين وتمانية وتسعين ثم السلسية الرائعة اللي ما اعتقدش هتتكرر بسهولة مع كابتن حسن شحاتة ومعاه الجيل الزهبي من لعب منتخب مصر وكانت الاغلبية فيه من النادي الالي الفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة لشان كده مصر رايحة ابي جيان كابتن احمد حسن لعب ثمن دورات متخيل كابتن حسام حسن لعب مباراة وبعد عشرين سنة لعب مباراة تهني لعب مباراة في نفس البطولة في نفس البطولة الفصل الزمن ده رقم قياسي عشرين سنة يعني لعبتك عندها ارقام صعبة كسرها ومناسبة حسان حسن امبارح سمعت الكابتن شوير قال حاجة جديدة محدش كان يعرفها لان حسان حسن بداية ظهوره في الكان المهندس عادة بيتكلم عليها كان في 86 البطولة اللي اتنظمت هنا فكابتن شوير قال مين اللي دخل حسام حسن المنتخب في 86 لانه كان اصغر حد قال لك الكابتن محمود الخطيب كابتن الخطيب كان واحد من نجوم البطولة فقال انه فضل يتكلم كتير قبل الاختيار لمستر سميس والكابتن احمد رفعت كان احمد رفعت مساعد مايكل سميس المدير الفني على اللعب المهاجم اللي في النادي الاهلي الصغير اللعب اللهم لعب مهم جدا وهيبقى اضافة كويس قوي فلما بصوا عليه كويس تم ضم حسام حسن للمنتخب الوطني في نسخة 86 في القاهرة يغيب حسام ويتقلق بعد كده ويشارك في 2006 طبعا في 98 مع الجوهر في بوركينا توهج لكن كمان يلعب في بطولة 2006 اخر بطولة ليه فمن 86 ل2006 لان اعزوني جميع جميع في البطولة دي رقم قياسي للكابتن حسان حسن وخد بقى الارقاب الفردية للكابتن الجوهر للكابتن رأفة تعطية للكابتن الديبة كلها القاب وارقاب مصرية كبيرة مهمة اوي في الكان شان كده اعتقد مستر ريف توريا المدير الفني للمنتخب مسافر ابت جان وهو محمل بقيمة منتخب بلد لها هذه القيمة وهذه العراقة في البطولة سبع القاب ويبحث عن الثامنة منتخب بيلعب في المجموعة التانية هقول لحضراتكو مجموعات البطولة اللي هتبدأوا تتابعوها ان شاء الله ابتداء من الساعة 10 مساء السبت الكود ديفوار مع غينيا بيساو يوم الحد الثلاث مطشاط من الساعة 4 هتشوف مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية ثم الساعة 7 مصر وموزنبيق ثم العاشرة غانا والرأس الأخضر في مجموعة مصر بمناسبة موزنبيق اللي هنلعبها الساعة 7 مساء يوم الحد في مستهل لقاءات المجموعة موزنبيق والشاحلوا علينا ثلاث مرات قابلناها في كل مرة بناخد البطولة أول مرة تيجي موزنبيق قدامنا كانت في بطولة 86 في القاهرة كسبنا موزنبيق كملنا للنهاية واخدنا البطولة وعت معنا موزنبيق كمان في بوركينة فاسوف 98 فكسبنا موزنبيق وكملنا واخدنا البطولة التالتة التابتة كانت في أنجولا 2010 قابلنا موزنبيق في المجموعة فكملنا واخدنا البطولة فالو عليه الكمال إن شاء الله تعالى المجموعات المجموعة الأولى فيها الكودفور ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو المجموعة التانية مصر وغانا والرأس الأخضر اللي هي الكاب فردي وموزنبيق المجموعة التالتة فيها السنغال والكاميرون وغينيا وجنبيا والمجموعة الرابعة فيها الجزائر وبوركينة فاسوف موريتانيا وأنجولا في المجموعة الخامسة بتلعب تونس ومالي وجنوب أفريقيا وإنبيبيا يعني فيه مواجهة أهلوية شديدة في المجموعة دي يا جماعة دي مجموعة أهلوية بامتياز لأنه علي معلول بيقود طموحات تونس ضد مالي بقيادة أليو ديانج واللي اتنين هيواجهوا بيرسيتاو وجنوب أفريقيا فمواجهة سلسية يراقبها مارسل كولر من القاهرة المجموعة الستة فيها المغرب والكونغو الديمقراطية وزنبيا وتنزانيا ده المجموعات اللي كل مجموعة هيصعد منها الأول والتاني إن شاء الله لكن دعونا نحشد جهودنا لجعل هذه الدورة بمثابة احتفال عظيم بالمنتخب الوطني روي فيتوريا ترير صوت مهم يستعرض هذه البطولة وكل تفصيلاتها نشوفه ترجمة نانسي قنقر